اشتركوا في القناة اللي مدة التراجع بتستمر ثلاث أسابيع فياريت ان كنت تابعوا شو التنبيهات اللي راح نبه منها من هذا التراجع ومخاطره عشان الكل يكون عارف الفترة القادمة مقبلة على إيش طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبب 29.05 القمر اليوم راح يتنقل في ثلاث منازل اول اشي الان هو في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص او للحرية بمعنى اخر راح يظل هذا القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 11.20 دقيقة مساء من توقيت جرينيش اللي هو مساء اليوم اللي هو الجمعة بعدها بدو ينتقل في هاي الساعة اللي هي 11.20 دقيقة مساء بدو ينتقل بعدها لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق والإطلاف الأموال والحرية بعدها القمر راح ينتقل للمنزلة اللي بعدها اللي هي سعد السعود الساعة 48.47 دقيقة مساء من مساء يوم السبت وهي سعد السعود ممتازة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر موجود في برج الجدي وحكينا أنه لما القمر يكون في برج معين جميع الأبراج بتتأثر من أهم الصفات لهذا البرج فعشان هيك منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل اليوم عنا أكثر من زاوية فلكية أول زاوية هي زاوية بطيئة راح تكون زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة واثن عشر دقيقة صباحا بتعزز المواهب الفنية والأدبية لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية التقابل سلبي ورح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون الساعة ثنتين وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر نخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة راحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون الساعة أربعة واثناشر دقيقة بعد العصر بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة عشرة واربعة عشر دقيقة مساء بتعزز القدرة على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي الزاوية هي آخر زاوية قبل الانتقال فعشان هيك بعدها بيبدأ خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة عشرة واربعة عشر دقيقة مساء ويستمر لليوم التالي لهو ليوم الأحد يعني من مساء يوم السبت الساعة عشرة واربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا اليوم التالي لهو ليوم الأحد صباح يوم الأحد ساعة أربعة وأربعة دقائق صباحا بتوقيت جرينج طبعا خلو المسار معروف أنه هو سلبي لا يصلح للبدء بأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع الموليد دون استثناء طبعا في أثناء خلو المسار بصير اللي هو تراجع كوكب عطارد في برج الجوزاء طبعا كوكب عطارد لما بده يبدأ بعملية التراجع رح يبدأ الساعة عشرة أو ثلاثة وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم السبب بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن من زيد ساعتين ثلاث ساعات الساعة وحدة ونص بعد منتصف الليل من يوم الأحد فعشان هيك بما أنه بتوقيت جرينج فإحنا بنذكره اليوم لأنه بكون الوقت لسه ما وصلنا ليوم الأحد فبكون عشرة وثلاث وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم السبت بتوقيت جرينج طبعا تراجع كوكب عطارد في برج الجوزاء رح يستمر لغاية مساء يوم اثنين وعشرين ستة يعني ثلاث أسابيع تقريبا ودائما تراجع عطارد له أثر كبير أو تأثير كبير على حياتنا أثناء فترة التراجع بنشعر بنوع من أنواع التشويش في حياتنا اليومية لأنه بيبدأ تأثيره السلبي علينا قبل تقريبا خمس أيام وبما أنه كان في خصوف للقمر فتأثيره من يوم خصوف القمر بدأ علينا صار في نوع من أنواع التشويش العصبية عدم التركيز وطبعا هو لأنه بركز على شيء له علاقة بالاتصالات فهو تركيزه رح يكون على هاي المجالات اللي إلها علاقة بالاتصالات لأنه في هاي الفترة بتتعطل الهواتف بصورة مفاجئة ممكن تضيع رسالة في البريد أو يتأخر طرد بريدي أكثر من المعتاد بالإضافة لأنه ممكن تكتضي الشوارع مثلا بحركة مرورية أو أزمات خانقة ومننتظر طويلا في السيارات وعادة بتكثر الحوادث حوادث السير بشكل ملحوظ كما أنها بتزداد السرقات لا سيما سرقات السيارات نهيك عن خراب أو إطلاف فجائي بحل بالسيارات بيجي على شكل كهرباء بيجي على حوادث خراب فيها بشكل مفاجئ بدون أي سابق انذار بتلاقي أنه السيارة أو التليفون أو الأجهزة الإلكترونية صار فيها عطو المفاجئ ومنلاحظ أيضا في فترة التراجع وطارد أنه عدد من الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية دون سابق انذار مثل جهاز التلفزيون مذياع ثلاجي غسالة وفي هاي الفترة أيضا يجب الحذر أكثر أثناء توقيع عقود أو أي عقد بدك يتوقع عليه لازم تتفحصه بند بند بشكل جيد عشان ما يتسرب بند ما ويسبب لنا نوع من أنواع المتاعب في وقت لاحق وكما بوسعنا تأجيل توقيع عقد بالفترة هاي اللي بيقدر يأجل يأجل لأنه بيكون لمصلحته أو إذا مضطر بده يراجع كل شيء وبده يستشير ويدقق في كل تفاصيله في هاي الفترة ما مننصح أي شخص يعني أي شخص في فترة تراجع كوكب عطارد إنه يكفل شخص آخر ماليا لأنه سهل جدا ينصب عليه أو سهل جدا إنه ما يرجع الفلوس أو ما يلتزم فعشان هي كفالات مالية هاي الفترة إحنا مننهى عنها في فترة تراجع كوكب عطارد منلاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة يعني على الأشخاص اللي بيشتغلوا في المضاربة أو في السوق المالي أو في البورصة الأسهم بالعملات في تجارة الذهب مثلا في هاي الفترة بدهم يديروا بالهم لأنه هنا التغييرات بتصير بسرعة هائلة جدا وممكن يصير فيه نوع من أنواع الخسارة لأنه ما فيه تركيز فمنقول اللي بيشتغلوا في هذا المجال من تذبذب الأسعار ممكن أنك أنت تخطئ بتقديراتك أو بحساباتك فبدك تكون حذر في هاي الأمور ومن الأمور السلبية كمان هي أمور النسيان في هاي الفترة بصير النسيان وارد عند الجميع والتشويش اللي ممكن أنه يصيبنا نفقد حاجيات مفاتيح أوراق ثبوتية حتى اللي في مجالات الدراسة بتخف القدرة عندهم على الاستيعاب وبتزول الرغبة بالالتحاق بدورات دراسية بالفترة هاي أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا طبعا هم موليد الجوزاء وموليد برج العذراء ليش؟ لأنه أولا كوكب عطارد هو المتحكم في هذول البرجين وبما أنه بتراجع أساسا في الجوزاء طول فترة التراجع ورح يكون في الجوزاء فالتأثير رح يكون يعني مركز أكثر على الجوزاء وعلى العذراء طبعا باقي الأبراج كل برج له تأثير معين خاص فيه فعشان هيك بدنا نحكي لمحة عن كل الأبراج وإيش أكثر الأشياء اللي بدهم ينتبهوا لها خلينا نبدأ أول إشي مع برج الحمل برج الحمل بدهم ينتبهوا في السفر داخل المدن بتنقلاتهم على سياراتهم علاقاتهم مع الإخوة والجيران وهذا وقت غير مناسب لشراء سيارة لأنه الفترة هاي زي ما حكينا بتتطلب منكم تركيز وخصوصا برضو غير سيارة الأجهزة الإلكترونية جمالا أما بالنسبة لموليد برج الثور فهو بركز على الناحية المالية اللي بتيجي دائما يعني خصوصا المصاريف للزيادة أو السرقة أو الأشخاص اللي بكفل أشخاص في هاي الفترة هم اللي رح يكونوا متضررين فعشان هيك بتركزوا على الأمور المالية كاملة أي شيء العلاقة في المال بتكتركزوا عليه أما بالنسبة لموليد برج الجوزاء هنا بدهم يحافظوا على سمعتهم على إنجازاتهم القائمة بسبب التشتت الذهني لأنهم أكثر المتضررين فبتركز على السمعة والإنجازات القائمة والتشتت الذهني والتركيز أثناء القيادة الدراسة والامتحانات كلها هاي بتركزوا عليها بشكل كبير أما بالنسبة لموليد برج السرطان فهم بيتأثروا خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة أو حتى فنادق، مطاعم، سجون، مستشفيات هذولا بدهم يركزوا بشكل كبير حتى اللي بنطاق عمل مع الشركات برضو هذا الإشي بأثر عليهم بشكل سلبي فبدهم يكونوا حذرين أثناء تأدية واجبهم وأثناء تأدية أعمالهم أما بالنسبة لبرج الأسد فطبعا هنا التركيز رح يكون على المستوى الاجتماعي نشاطاتكم الاجتماعي وعلاقات الصداقة وعلاقتكم مع الأصدقاء بتكوا تركزوا بشكل جيد لأنه سهل جدا يخرج منك بعض الكلام أو تسهى عن بعض الأمور فيسبب لك خلاف في ما ذكرنا موليد برج العذراء خلافا من اللي إحنا نبهنا منه برضو تأثروا بالمركز الاجتماعي وعلاقتهم مع المسؤولين يعني برضو مشاكلهم على المستوى الاجتماعي وعلاقتهم مع المسؤولين في مجال العمل مسؤولين في مؤسسات في دوائر حكومية أي مسؤولين بدهم يديروا بالهم موليد برج الميزان بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والأمور القضائية بدهم ينتبهوا أثناء القيادة وخصوصا برضو بدهم ينتبهوا من الأماكن المجهولة يعني ما يدخلوا على أماكن مجهولة ما بيعرفوا فيها عندهم قضايا بدهم ينتبهوا على أوراقهم عندهم سفر أو اتصالات ممكن يصير فيها تعطيل أو ينسوا أوراق أو يتأجل بشكل فجاي وبرضو اللي عندهم انتحانات جامعية أما بالنسبة لموليد برج العقرب فهي بتركز على الأموال المشتركة على القروض على الديون هدولة بدهم يهتموا بهاي المسائل على المواريث ممكن يصير فيها مشاكل إن كانت إلك أو كانت منك وهدولة أكثر الناس اللي بنقولهم ما تكفلوا حد بالفترة القادمة أما بالنسبة لموليد برج القوس صعوبة في التفاهم مع الشركاء بصير عندهم تشتت ذهني فهذا الإشي بسبب لهم مشاكل مع شركاءهم إن كان بالمال أو بالعاطفة وخصوصا مع أزواجهم تحديدا فممكن تزيد المشاكل بينهم بالنسبة لموليد برج الجدي بدهم بتركز الأمور على الصحة على العمل وخاصة بالعمل مع الزملاء يعني ممكن يتآمروا عليهم ممكن يستغيبوهم أو يكشفوا بعض الأخطاء وصحتهم بدهم ينتبهوا على جهازهم الحركي أو العصبي بالفترة هاي ويديروا بالهم من الإصابات برج الدلو طبعا هدولة بدهم يديروا بالهم على علاقتهم مع الأحباء لأنه بالفترة هاي برضو بتفتح مجالات لخلافات أو نقاشات أو عدم التركيز أثناء التعامل مع الأحبة فممكن يسبب لهم خلافات أو حتى مع الأبناء الأولاد فممكن برضو صير عدم تفاهم ما بينهم بدكوا تحذروا من العصبية وردات الفعل وعدم التركيز أما بالنسبة إلى موليد برج الحوت فتتركز الأمور عندهم على الأمور البيتية والعقارية والعائلية فبدهم يحذروا على هذا المستوى إن كان مشاكل في البيت أو أعطال منزلية إصابات داخل المنزل الأمور العقارية اللي بيشتغلوا بالعقارات يصير تعطيل أو ما تمشي الأمور معهم بشكل جيد التواصل ما بينهم وبين أفراد العائلة يصير خلافات ما بينهم طبعا بالنسبة إلى عمر القمر اليوم هو انحسار المحدب 18 يوم في تمام الساعة 8 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينتش بيصبح 19 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيدة بنسبة 15% القمر في الجدي حتى يوم 30 خمسة سعيد بنسبة 20% عطارد في الجوزاء بدأ عملية التراجع نحكي إنه بدأ عملية التراجع ورح يستمر التراجع زي ما حكينا ليوم 22 ستة طبعا نسبة السعودة نزلت لـ 10% اليوم أما بالنسبة للزهرة في الجوزاء حتى يوم 22 ستة سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت عفوا حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 16 فهو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك لا العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر عملك حاول إنك تظهر مهارتك ممكن الظروف نفسها تكون معقدة أو صعبة أنت بالفترة هاي بتكون طباعك وأفكارك مشتتة وعندك نوع من أنواع العصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب برج الثور بتنشطوه في مجالات السفر والاتصالات وخاصة لبعيدة وبتزداد اليوم رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم إيش إنك ما تجعل شيء يحبطك لأنه شوي اليوم التطورات غير اليوم التطورات غنية بالفرص المناسبة لإلك اليوم بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا هاي فترة مناسبة لا بحث أمور إلها علاقة بالسفر وأيضا لا ورشات العمل جيد جدا اللي عندهم برضو امتحنات اليوم جيد برج الجوزة اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب بيجي عادة من شراكة أو من تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقفك وحاول أنك ما تكون متصلب بل كون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية عساس أنك اليوم تستفيد من كل الأشياء اللي تنتظرك برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو علاقتكم ما بينكم وبين الأزواج هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع التوتر أهم شيء أنك تركز على كل شيء وما ترتجل الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط لأن القمر مقابلك تماما فبسحب من طاقتك الأجواء ضغطة نسبيا والمسئوليات بتكون عليك كبيرة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وحاول أنك ما تنفعل برج الأسد طبعا ابتداء من اليوم العمل ببدأ بيتراكم عندكم يعني بلشت فترة الضغوطات لأنه القمر بدي يبلش يصير مقابلك تماما فعشان هيك من اليوم بدك تنتبه على عملك صحيح أنتوا عندكم قدرة على إنجاز قسم كبير منه إلا أنه شوي طاقتكم تنزل شوي فبدكوا تنتبهوا أو تركزوا أو تحاولوا تهتموا بصحتكم هاي فترة عمل جيدة أهم إشي أنك أنت تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي وبرضو ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو الزملاء بالعمل أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد بهاي الفترة برج العذراء بتشتد رغبتكم اليوم بشكل كبير في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لنشاط فني أو أمور إلها علاقة بالأطفال أو بالحبيب هاي فترة بتحملك أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب بعض الأمور هاي الفترة بمعنى آخر هاي فترة بناءة وإيجابية بتطلب منك إنك تتحرك عشان تستفيد منها برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية اليوم اليوم الوضع العائلي هو أكثر إشي رح يلفت انتباهكم بيوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو شوي عندك نوع من أنواع الاضطراب ومرهفي الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء هاي الفترة بتحمل أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بشكل كبير اليوم هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة صحيح أنك اليوم بتتمتع بسرعة بديها وخاطر وعندك قدرة على التحليل وحتى عندك قدرة على الإقناع وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ولكن تتطلب منك الحركة ممكن اليوم تحصل على فرصة جيدة ومشاعرك اليوم برضو جيدة وتقدر تعبر عن مشاعرك وعن مواقفك اليوم بتنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير أهم إشي إنك تمسك لسانك وحديتك وعصبيتك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي هذا اليوم منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة وممكن تحتاج لمساعدة تجيك عادة من جهة أهم إش إنك ما تتكبر يعني تجيك من جهة ثانية أو من أشخاص تعرفهم اليوم في نوع من أنواع الدعم إليك يعني بيجي فلاكيا بتعمل هذه الحركة الفلاكية لصالحك وبتسهل شوي في مجريات حياتك أهم إش إنك ما تسمح لأي شخص إنه يغشك وبرضو بدك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وحاول إنك تعزز وضعك المالي بشكل جيد برج الجدي طبعا اليوم بتبدأ فترة إيجابية أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسع كل يوم السيطرة على زمام الأمور أهم إش إنك تحاول إنك تجد أي شيء جديد وإنك تبحث عن أمر مميز اليوم ممكن تعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من أسرع فترات الشهر إيجابية حاول إنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية لأنه الفترة هاي فيها نوع من أنواع الإنفراج والتسوية برج الدلو اليوم بتشعروا بالتعب بناء منكم لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب يعني ضاي اليوم وبصير عندكم ولكن اليوم هاد يعني تحديدا بدكوا تديروا بالك لأنه اليوم ممكن تفقدوا راغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاول إنك تخلدوا للراحة ما ترهقوا حالكم هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر ومن أي حسم حاول إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما إنه هاي الفترة ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما أهم شيء إنه ما في داعي إنك تتسرع برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا اليوم بشكل كبير وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اليوم بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس اليوم بشكل كبير للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك أهم شيء إنه اليوم إنك تستغل هاي العلاقات وتحاول إنك تنجز كل شيء مهم قبل الغد ليش؟ لأنه في الغد القمر رح ينتقل ويصير في الدلو في بيت متاعبك يعني رح تمر عليك يومين وربع ضغطات فحاول تنجز كل الأشياء المهمة يبل ما نوصل لمرحلة الضغط القادمة اليوم إيجابي فحاول إنك تستغل هيك نكون أنهينا توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء